اشتركوا في القناة مثل الجرد والمولينز والبانلز وكيف نعدل عليها ونغير فيها بحيث انه ممكن نسوي تصاميم مبتكرة بلمسات بسيطة وانيقة ظاهرت لك الان رابط الفيديو على الشاشة وايضا تركت لك اللينك في الوصف لو تحب ترجع له لكن لو تعرف الاساسيات ممكن تكمل من هذا الفيديو وفيه بنتعلم بعض الطرق المتقدمة للتعديل على الكرتن وولز وبنتكلم عن الكرتن سيستم المخصصة للماس في برنامج الرفت فخلونا ننتقل للرفت ونبدأ الفيديو في الجزء الاول من هذا الفيديو بنتعلم كيف نسوي edit للبروفايل للكرتن وول تقريبا من نفس الطريقة اللي بنسوي فيها edit للبروفايل العادي للول اما انه نضغط على WA ونروح من الاركتكتر ونختار على الكرتن وول من هنا عندنا بيكون الولز العادية وتحتها الكرتن وول ونرسم به الطول اللي احنا نبغى مثلا بهذا الطريقة نروح للثري دي قبل لا نبدأ بس نبغى نضيف بعض الجرد والموليونز نحدد عليها ونضغط على edit type ومن هنا من الvertical grid نختار maximum spacing ومن الhorizontal نفس الشي ونضغط على اوكي الان من هذه الجرد نقدر نضيف عليها الموليونز من اركتكتر نضغط على موليونز نختار all grid lines ونضغط على الكرتن وول وبكذا نكون خلصنا نضغط على الاسكيب كي نغير ال visual style مثلا الشيدد او رياليستيك الان لو نبغى نسوي edit لنفس البروفايل من المهم اننا نحدد على نفس الول يعني ما ينفع نكون حددنا على كرتن او حددنا على جرد او موليونز لازم يكون محددين على الكرتن وول نفسها لو بالتحديد صار صعب عليك استخدم التاب دائما في رفت بيساعدك في التحديد الان حددنا عليها كاملة ممكن في الرسم يكون اسهل ان نروح لل front view نضغط على edit profile ومن هنا نبدأ الرسم نغير على شكل باي شكل احنا نبغى ومن هنا لكن في بعض القوانين او بعض الرولز اللي بنتكلم عليها مثلا نختار هذا الارك ونرسم بهذه الطريقة مرة ثانية مثلا من هنا الهنا بهذا الشكل لو كنا خلصنا نضغط على علامة الصح اول ما نسوي كذا بيقول لي ان هو can't create هذا الموليون لانه بيحذف لي هذه البورشن من الموليونز نقول له delete elements وكذا حذف لي اخا طبعا احنا تعلمنا كيف نضيف موليونز فمن السهل اننا نعدل على هذا الشكل ممكن نروح ونحذف على هذا البارد نسوي zoom in نضغط على tab نحذف هذه وبعدها نروح للاركتكتر ومن الموليون الان ما رح نختار all grid ممكن نختار segment او نختار line كامل بحيث ان يضيف لنا على line كامل ممكن نختار grid line ونضيف بهذا الشكل وباقي هذا الجزء نضغط عليه هو الجزء تقريبا اللي حدفنا وبكذا نكون نعدلنا الشكل نفس الشي لو نبغى نعدل عليه اكثر لما نجي نقرب على الول بيكون طلع للبروفايل كامل اللي هو البروفايل الاصلي للول بس هو ما رح يكون باين يعني بتكون يكون بهذا الشكل لو حبينا نعدل زيادة نضغط عليه او نغير هذا الشكل نضغط على edit profile او نضغط double click ندخل على مود الرسم احنا قلنا انه في بعض الرولز اللي بنتكلم عليها في two main rules او معلومتين جدا مهمة واساسية انه ما يكون عندنا اي intersection يعني ما يكون في اي تقاطع حتى لو كان واحد ملي ما رح يقبل رفت انه يكون بهذا الشكل يعني يكون في اي تقاطع احيانا ما بننتبه يعني مثلا هذا الكيرف لو كان يعني حتى لو شي بسيط نازل بهذا الشكل احيانا ونكون احنا من بعيد ما يكون باين لنا لما نجي ونضغط على علامة الصح ما رح يسمح لنا انه نسوي ما رح يسمح لنا انه احنا نطلع من هذا المود لازم نضغط على continue وهو بيكون حدد لك ياو باللون البرتقالي حتى لو كان صغير بيكون تقدر تشوفه اضغط على continue وبعدها نروح TR للترم او ناخذها من التول ونسكر هذا المكان نتأكد ان البروفايل كامل يعني يكون مقفل ونضيف لما نخلص نطلع نضغط على الصح وايضا لو تبغد يعني ممنوع يكون في اي انترسكشن وممكن ترسم اشكال ثانية داخل هذا الول المهم انه ما يكون عندنا تقاطع يعني حتى ما تلمس بعض هذه الاشكال يعني مثلا نجي هنا ونرسم مثلا دائرة هنا ونرسم شكل ثاني ممكن من هنا ممكن نكبرها ونضغط على العلامة الصح نفس الشي بيقول لنا انه بيحذف هذه الموليون طبعا نضغط على delete element وعادي احنا ممكن نعدلها بعد كذا فهذه هي اهم تو رولز من المهم انه ما يكون في انترسكشن بين الاشكال ومن المهم ايضا الرولز الثانية انه تكون الشكل مغلق يعني مثلا لو كان الشكل مفتوح بهذا الشكل او نكون مثلا كذا ما رح يقبل انه يسك ما رح يقبل انه يسك ما رح يقبل انه يكون مفتوح نضغط على علامة الصح بنفس الشي بيحط لي two dots او نقطتين بيقول لي ان الشكل مفتوح لازم نسوي trim ونتأكد ان الشكل مغلق ممكن نرسم اشكال زي ما نبغى في الوسط لكن المهم انه يكون الشكل مغلق لو جينا ورسمنا مثلا بهذا الطريقة من هنا الانصر عندي هنا double line نحذف هذا ال line الان لو جينا ضغطنا علامة الصح ما رح يقبل انه يكون الشكل متلعمس بهذا الشكل لازم نسوي trim نضغط على tr ونسوي trim نجوين element ونرسم مثلا هنا line من هنا الهنا بعدها نضغط على علامة الصح بيقول لي delete elements نضغط على delete elements بيحذف لنا الاجزاء بعدها طبعا نحن نقدر نعدل عليها يعني المهم انه ما يكون فيه intersections والمهم انه يكون الشكل مغلق هذه اهم معلومتين نعرفها طيب لو نبغى نتراجع ونرجع الول زي ما هم بكل سهولة نختاره نضغط عليه وبعدها نقول reset profile بيرجعه بالضبط للحال الاصلية طبعا بيرجع يقول لي delete elements اللي هي هذه الألمنت نضغط على delete لو تحب ترجع المولينز بطريقة اسرع ممكن تختار عليها وبعدها تضغط على الماوس right click وتختار select all instance مثلا in this view فنضغط على delete كذا حذفناها كلها ونرجع للمولينز ونضغط على all grid ونختارها كلها وبنفس السهولة وكذا تستمر تضغط على edit profile وتسوي الشكل اللي تبغى هي صح ترك بسيطة لكن ممكن تسوي منها designs شكلها حلو خصوصا بتنفعنا في الواجهات بنتكلم الآن عن el curtain system احنا تكلمنا عن el curtain walls اللي يفرق el curtain wall عن el system ان el curtain walls هي جزء من اجزاء ال wall او تطلع عادي بشكل طولي سواء رسمتها بشكل curve او رسمتها مستقيم المهم انها بتطلع بشكل مستقيم او بشكل طولي اما el curtain system نضعها او نثبتها على اما mass او generic model فلازم يكون عندنا اما mass او generic model بعدها نضع el curtain system عليها احنا في المرة اللي فاتت من قسم ال architecture شفنا انه تكلمنا عن el curtain grid وقلنا هذول الاثنين كلهم بنستخدمهم مع el curtain walls عموما او el curtain system الان بنشوف لنقدر نستخدمها فيها ال curtain system بيكون عندنا هنا وايضا بيكون جزء من المassing on site لما نروح للمassing on site بنشوف عندنا نفس الامر موجود هنا لانه كل هذه الاوامر للمass فايضا حطونا نفس الامر موجود هنا بالبداية بنرسم mass بس قبل لا نرسم المass بنزبط او نزود level من ال elevation نروح الوحدة من ال elevation عشان يكون عندنا المثال الواضح ونحتاج يكون طبعا في ارتفاع اعلى من 4 متر وبعدها ممكن نضيف level ثاني نروح من architecture ونضيف level ثاني مثلا الين هنا بعدها نروح ونبدأ نرسم المass نفتح 3D ونشتغل من level 1 او نشتغل من 3D نروح للمassing on site والان بنرسم المass نضغط على in place mass اما انه نقبل default name او نسمي اي اسم احنا نبغى مثلا building mass او الاسم اللي تبغى نضغط على اوكي بعدها نبدأ في الرسم ممكن نستخدم rectangle tool نرسم هنا مثلا شكل مربع نضغط على top لو نبغى نغير المسافات او الاطوال فكذا صارت عندي 15 ب 15 نشوفها في 3D هي موجودة في level 1 الان نرسم المass في level 2 اللي هو level 2 نروح ال level 2 او انه احنا لما نبدأ نرسم نختار من هنا على طول ال placement يعني حتى لو كنا في level 1 احنا نختار من هنا نغيرها انه بنرسم في level 2 بعدها نرسم شكل مثلا مستطيل من هنا هنا هو بيقولي بس انه موباين لانه في level 2 نروح ال level 2 بيكون مرسوم عندنا بهذا الشكل نضغط على mv او نختار الموف تول ونحركها للنص بعدها نروح ال level 3 ونرسم او نرسم ايضا من هنا ونختار انها في level 3 نختار من هنا انه بنرسم في level 3 ونرسم مستطيل مثلا بهذا الشكل بيجيب للنفس ال error انها ما هي باينة في level 3 بس لما نروح ال 3d بتكون مرسومة عندنا فوق بعض احيانا لو رسمت من 3d اتأكد بس انها موجودة فوق بعض يعني تجي من top view وتتأكد انها فوق بعض او بالشكل على الاقل اللي انت تبغاه بعدها نحدد عليها كلها ونختار create for عندنا solid وعندنا void طبعا احنا نبغاها solid فسوينا هذا الشكل لو خلاص الشكل مزبوط بالنسبانك اضغط على علامة الصح طبعا في عندك كثير اوامر تقدر تسويها ممكن تتغير على هذه ال point يعني بتستخدم ال curtain system باشكال المباني الغير عادية او لما يكون عندك curves واشكال غريبة او organic shapes بيكون تساعدك فيها ونرجعها زي ما كانت لو كانت اوكي نضغط على علامة الصح فكذا سوينا شكل لهذا المبنى طبعا في ال walls العادية صعب انك تسوي كذا فرفت بعدها نبدأ نشتغل على ال curtain system زي ما قلنا ممكن نشتغلها من ال architecture ونشتغلها من هنا او من نضغط على ال curtain system بعدها عندنا select او clear نضغط على المكان اللي نبغى يصير فيه ال curtain system نضغط عليها لو خلاص نضغط على create system لو نبغى مثلا هذا الاتجاه يكون ايضا فيه ال system يعني كذا حددنا على وجهتين او وجهتين نضغط على create system فبالضبط صار عندي نفس curtain wall ونبدأ نشتغل عليها نقدر نضيف مولينز نقدر نغير عليها لو حددنا عليها في top نحدد على بس ال wall نفسه نتأكد انه حددنا هنا عندنا هذا ال system لو ضغطنا على edit type طبعا احنا بالضبط تكلمنا عنها كلها في الفيديو السابق فما راح نعيد هنا نفس الكلام لكن الفرق انه هو بس هنا يعني المسميات هنا شوي غير لكن هي نفسها بالضبط نقدر نجيب نضيف مثلا هذا المولين يعني نضيف الشكل اللي تبغى ممكن تكون نفسه وممكن يكون اشكال مختلفة لان احنا عرفنا هذه البوردر اللي هي في الاطراب في top وال bottom وهنا في اليمين واليسار وهنا الانتيرير اللي هي الداخلية الطولية والعرضية نضغط مثلا على ok او apply فكذا اضفناها بهذا الشكل لو تحب تزود مثلا اشياء زيادة او تغير فيها ممكن نضغط طبعا في الماس ممكن نضيف solid نروح الماسينج انسايت ومثلا نبغى نضيف wall تضغط على wall ومن هنا غير الكرتن سيستم مثلا تختار اي نوع wall تبغى وتحط بالمكان اللي تبغى مثلا من هنا ونضغط مثلا من هنا وايضا لو عدلنا على الشكل الماس نقدر نسوي update لهذا السيستم يعني نضغط عليها ونضغط edit in place وبعدها غيرنا مثلا بشكل الماس او ارتفاعها يعني لو حددنا عليها وسحبناها مثلا على قدام او غيرنا مثلا زاوية مثلا في الماس جينا من هنا ورجعناها على ورا او قدمناها بهذا الشكل او رجعناها على ورا مثلا نبغى الواجهة هذه تكون كدا وضغطنا على علامة الصح للفنش ماس الان نقدر نروح ونختار الكرتن وال ونضغط على update بس نتأكد انه حددنا الكرتن وال نفسها وبعدها نضغط على update to face فكذا بيسويلي تحديث على الفيس الجديد اللي احنا سوينا طبعا وايضا نحتاج نسوي للول نضغط update to face والول اللي في الاتجاه الثاني لانه احنا غيرنا في شكل الماس فكذا نقدر نغير ونعدل عليها ونرجع نسوي لها update فكذا بكل سهولة نقدر نتحكم فيها وايضا بالضبط زي ما قلنا وتكلمنا في الفيديو السابق نقدر نعدل على هذه الكرتن سيستم ونسوي لها customization نغير على البانل نخلي بعضها solid وبعضها void نسوي سيستم داخل السيستم ممكن نخليها هنا مثلا solid اجزاء معينة منها ممكن تضغط عليها وتضيف وتخلي لها لون او شكل معين فكذا تقدر تستخدم هذه الاداء وتسوي اشكال وكرتن سيستم وتحطها على اشكال organic او اجسام غريبة داخل الرفت والهين نكون وصلنا نهاية هذا الفيديو اتمنى يكون سهل واضح ومفيد اكيد باقي تفاصيل اكثر ومعلومات اكثر عن الكرتن والزفرفت بنتكلم عنها في الفيديوهات القادمة ان شاء الله لو عجبك هذا الفيديو ومحتوى القناة عموما يساعدني دعمك بالضغط على اللايك والاشتراك بالقناة ولو تحب يوصلك تنبيه من اليوتيوب لما ينزل فيديو جديد فعل الجرس لو واجهتك اي صعوبة اثناء التطبيق اكتبلي في التعليقات او لو عندك اي اقتراحات المواضيع تحب تشوفها على القناة واخيرا اشكرك جزيل الشكر على المشاهدة واتمنالك كل التوفيق والنجاح في امان الله اشتركوا في القناة